بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة السلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله أحباب تيراكوا كامل بخير وكامل مهنيين نيوم رح أندر معكم لي مادلانك أنا يا هاد الوصفة قديمة بزف ما اعتمدتها عندي نحبها بزف بزف هاد الوصفة من بدلها شالو كان بألف وصفة رحكم تشوفوا فيها تخرج من أروع ما يكون هاد لي مادلانك يتخدموهم ما رحيش يبسوا ولا ينشفوا يقعدوا لكم إن شاء الله حتى عشر أيام وخمسة عشر يوم ما يصالهم حتى حاجة نبدأوا على بركتي الله بسم الله هنا في العيسة فيونتاي حطيت التحبات على البيض لأن هنا لازم نخلطهم ملح ملح حتى يتضعف الحجم التاحهم هكو تشوفوا فيهم يرجعوا لكم وكأنها خلطوا السكر والبيض مع بعضهم إن فتخلطوا هاد البيض ملح نزيدوا عليه كاسة على السكر عاديسك السكر اللي نشربوا بها الحليب كريستاليزي وهنا يلكاس هادا بزف الأخوات اللي سخصوني عليه يرفض ميتين وعشرين حتى الميتين وعبعين مللي كيما الكيسة العادية اللي رعنا نخدمو بهم إن فو نخلط ملح السكر مع البيض حتى يتضعف الحجم التاحهم هنا نزيد عليهم كاس إلا ربع تاع الحليب هكو شتوني كفاش درتو ونبعد نزيد نخلط شوية باش نزيد كاس إلا ربع تانيك تاع الزيت ونزيدوه تانيك هكدا بالتدريج ونا رعنا نخلط ونزيد نخلط نزيد نخلط ملح 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 زيت قرصة تاع الملح وهنا يحكم تغيسي بيون حطيت فيه زوج كيسان تاع الفيرينا حطيت تاني كيس تاع خميرة الحلويات وحطيت لعفاني ونبدأ نقسمهم على ثلاثة الهنا نحاول ان يندخل هاداك الخاليط تاع الفيرينا ولافاني يقوت لكم وكيس تاع خميرة الحلويات غير بالعقل برك هكدا نحط نبدأ قبل نخلط من الفوق وبعدها نحبط بشوية بشوية وانا نجبد من تحت الفوق من تحت الفوق من تحت الفوق هكدا باش ما نطيحوش الخاليط تاعنا هاداك اللي كنا خلطناه في البداية ملح 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 سوف اخطوا البيض والسكر قد لكم البيض والسكر كيتحطوه لازم زيدوه تخلطوه ملح ملح حتى يضعف الحجم وهنا بعد ما كملت قبل ما تبدأوا كامل هادا العملية لازم الفورن تاعكم يكون شاعل على مية وسبعين درجة وبعد نحطوهم كاي اللي عندهم سنوات الكوبكيك تحطو فيهم هادا الكيسات وبعدها تفرعوه وكاي اللي ما عندهم شان حطيت في هادو تعد زيرية تاع زمن بكري قلت لكم اللي ملتعو اسمو تعلي مادلا راح لي اسمو عفو حبيباتي حطيت فيهم كيمتع زمن بكري وخدمت وانا باش تسهل العملية برك عليها حطيت في هادا كيس تعو اسمو تعلي دونات باش راني جيني برك العملية سهلة هادا مكان تقدو تحطو فيساشي كيمتقدرو تفرعوه غير بالمغرف برك ولا تطعص المهم يكون حاجات سهلها عليكم في الخدمة وما يسيلكم ش الخالد تاعكم انفو تعمرهم قلت لكم حطوهم يطيبو على مية وسبعين درجة والفرن تكونوا شعلتو قبل ما تبدأ وتخلطو في البيض والنتجارة كنت شوفوا فيها تخرجوا وعروا تقدروا الهناية تزينوهم اما بالشوكولة كما تقدو تديرو لهم شوية تاع السكر كما تقدو تديرو لهم لوز ايفيلي ولا الكوكاو ايفيلي تقدرو برك تحكمو تاني شوية تعال عجينة قيس مغرفها كدك تخلطو فيها شوية تعال كاكاو البول وتحطو هكذا قطيرات من فوق وتلعبو ديرو هكي شغل ميل في ديروها دوائرات كما تحبو تلعبو فيها من فوق ونتيجة ستقوني تخرجوا وعروا يعج تعجبني هاد الاغوسات بزبزة فنية ومعتمدتها قوت نشاركها معاكم راه وجاي الشهر الفاضي تقدروا ان شاء الله بإذن الله تخدموهم تانيك هكذا يا للصحر ولا للصحر تقدروا تحشيوهم الداخل بكريمة ولا بشوكولة وتديروا إنك خام شانتيية وتنسموها بأي حجرة كوحبينها وتديروهم هكذا يا دي غزاز من فوق يخرجوا روعة روعة وتقدموهم الأفراد لعائلات تاكم وشوفوا نتجة لداخل كيفاش تخرج تخرج سبونج قلت لكم يخرجوا تانيك وكأنهم مسقيين ماينشفوش تمتم هاد المدلة قد ما نوصف لكم فيهم يعني ما نعطيهمش حقهم عاكوا تشوفوا فيهم بعينيكم شوفوا كيفاش يخرجوا روعة روعة كان هذا هو الفيديو تعالي نهار اليوم لعجبكم حبيبتي ما تنسونيش بجام أبوني أم باختاج دومتم في رعاية الله وحفظة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا